قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم باريسان جرمان الفرنسي يتابع النجم المغربي إسماعيل الصباري من أجل التعاقد معها جامعة فوز القجع تفاجئ السوفيان رحيمي بعد فوزه بدور أبطال أسيا وتتويجه كأفضل لاعب وأفضل هدف رئيس سوريا المادريد فلورنتين باريس يرفض طلب الجامعة بخصوص إبراهيم دياز والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار باريسان جرمان الفرنسي تابع إسماعيل الصباري من أجل التعاقد معها بدأ النجم المغربي إسماعيل الصباري الذي يلعب لصالح نديب أزفايند هوفن الهولندي يستقطب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الباريزة وعلى رأسه من نادي باريسان جرمان الفرنسي وجاء هذا الاهتمام عقوبة ألوق الصباري ومساهمته في فوز فريقه بالبطولة الهولندية هذا الموسم وذكرت المنصة الفرنسية الإخبارية بي اس جي اين سايد عبر تغريدة على حسابها بموقع اكس أن إسماعيل الصباري البالغ من العمر 23 عاما قد لفت انتباه إدارة النادي الباريسي وأضفت أنه قد تم إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المرغوب فيهم للانتقالات الصيفية المقبلة وأشهر المصدر نفسه لأن إدارة النادي موجبة بقدرات إسماعيل الصباري الكروية وتعتقد أنه يتماشى مع أسلوب اللاعب الذي ينتهجه المدرب الإسباني لويس إنريكي وختم المصدر بأنه على رؤه من الإعجاب الشديد الذي تكنه الإدارة للعب لم تتخذ بعض خطوات ملموسة لتقديم عرض رسميا لناديه الهولندية وستكون الأسبوع القديمة حاسمة في هذا الشأن ونجح إسماعيل الصباري في قيادة فريقه لحصد لقب الدور الهولندي لكرة القدم هذا الموسم بعد غياب لمدة ست سنوات كما نجح في قيادة المنتخب الوطني المغربي لأقل من ثلاثين وعشرين سنة للفوز بكأس أمم أفريقية التي أقيمت في المغرب الصيف الماضي جامعة فوز القجع تفاجئ السوفيان رحيمي بعد فوزه بدور أبطال أسيا وتتويجه كأفضل لاعب وأفضل هدف حصل اللاعب الدولي المغربي صوفيان رحيمي النجم البارز في نادي العين الإماراتي على جائزة أفضل لاعب وأفضل هدف بدور أبطال أسيا لموسم الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وذلك بعد ختام البطولة اليوم السبت هذا الإنجاز جاء إتراقية رحيمي لفريقه نحو الفوز باللقب حيث تغلب على فريق يوكوهاما الياباني بالنتجة خمسة لواحد في مباراة عرفت تألق النجم المغربي بشكل بارز وأحرز رحيمي هدفين مهمين في الدقيقتين الثامنة والسبعة والثلاثين كما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين وأيضا كان وراء المحاولة التي حصل على إترها حارس يوكوهاما على بطاقة حمراء وبعد هدفيها اليوم اعتلى رحيمي قمة جدول هدف البطولة برصد ثلاثة عشر هدفا ممكنه من معادلة الرقم القياس لأكبر عدد أهداف يتم تسجيلها في نسخة واحدة من البطولة الأسيوية وبعد نهاية المباراة قامت الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم بتهنئة صفيان رحيمي بإنجازه الكبير الذي يظهر قوة اللاعبين المغرب أينما حلوا وارتحلوا ونشرت صفحة المنتخب الوطني هذه التهنئة وبالمقابل تفعل المغرب مع صفيان رحيمي وأدائه الكبير حيث تم توجه انتقادات كبيرة لوليد راقرافي بسبب أنه لم يقوم بالمنادة على صفيان رحيمي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مطالبين بأن يكون رحيمي لاعبا أساسيا في المنتخب الوطني المغربي بالسبب ما يقدمه مع فريقه رئيس ريال مادريد فلورنتين بيريز يرفض طلب الجامعة بخصوص إبراهيم دياز ذكر موقع الفوسبور أن فريق ريال مادريد الإسباني اضطر للاعتدار عن عدم الاستجابة لطلبين قدم من الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم وكان الطلب يتعلق بمشاركة إبراهيم دياز في تشكلة المنتخب الوطني الأولمبي المغربي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبي المقررة في بيريس في فرنسا حيث كان طريق سكتيوي مدرب المنتخب الوطني قد طلب خدمتها وبحسب ذات المصدر فقد بادرت الجامعة بالتواصل مع إدارة ريال مادريد للحصول على إذن يسمح لدياز بالاندمام إلى المنتخب الأولمبي مشهرة إلى أن دياز لا يواجه التزامات مع أي مصابقة قارية كالأوروبية أو كوبا أمريكا وذلك على عكس بقية لاعب ريال مادريد المرتبطين بهذه البطولات وكان ريال مادريد قد أوضح أن اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا لن يسمح لهم بالمشاركة في الأولمبياد وهذه السياسة شملت دياز رغم أنه لن يكون مشاركا في تلك المسابقة وعلى الرغم من أن التزامات دياز الصيفية تقتصر فقط على خوض مباراتين مع المنتخب الوطني الأول في إطار تصفية المؤهل لكأس العالم إلا أن ريال مادريد قد رفض منح الإذن له بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي ورجع النادي قراره إلى رغبته في تجنب إرهاق اللاعب وضمن حصوله على الراحة الكافية خلال عطلته الصيفية يبقى في أفضل حال استعداد للموسم الكرة والجديد هذا ما قرره أيوب الكعبي بعد توصله بعروض سعودية وإنجليزية قرر اللاعب المغربي أيوب الكعبي تأجيل قراره بشأن مستقبله الكروي حتى ما بعد المشاركة في نهاية دور المؤتمر الأوروبي حيث سيوجه فريق أولمبياكوس اليوناني نظره في يورونتين الإيطالي يوم الأربع القادم إن شاء الله وفي ذلك الأداء المتمهز الذي قدمه الكعبي خلال الموسم الحالي بدأت العديد من الأندية تبده اهتماما كبيرا بضمها خاصة وأن عقده مع أولمبياكوس سينتهي بنهاية يونيو القادم هذا الوضع شجع الأندية على الاتصال بوكل أعماله لبحث إمكانية التحقق معها وتشير تقارر من الصحافة البريطانية إلى أن نادي ليستر سيتي وإسويتشتاون الصعيدين حديثا إلى الدور الإنجليزي الممتاز يخاططا لإضافة الكعبي إلى صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كما أبدى نادي غلطة صراية تركي اهتماما بالتعاقد مع أيوب الكعبي حيث يعرف مسؤول النادي قدرات اللاعب جيدا منذ فترة تألقه مع نادي هاتيس بورا تركي ومن جالب آخر يسعى نادي الشباب السعودي الذي يضم غانم سيس قائد المنتخب الوطني المغربية يسعى هو الآخر لضم أيوب الكعبي لتعزيز خاط هجومها وفي الوقت نفسه لم يستسلم أولمبياكوس اليوناني الذي تعقد مع أيوب الكعبي الصيف الماضي لمدة موسم واحد وبدأ بالفعل محادثات لتجديد عقده بشرط مالية محسنة وقد أحرز الكعبي 32 هدفا هذا الموسم بين الدورية المحلية ودور المؤتمر الأوروبي والدور الأوروبية وزادت قيمة التسويق بشكل كبير بعد أن سجل خمسة أهداف في مرمى أستنفيل الإنجليزية خلال مباراة الدهاب والإياب في نصف نهاي دور المؤتمر الأوروبي إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم باريسان جرمان الفرنسي يتابع النجمة المغرب إسماعيل الصباري من أجل التعاقد معها جامعة فوز القجع تفاجئ السوفيان رحيمي بعد فوزه بدور أبطال أسيا وتتويجه كأفضل لاعب وأفضل هدف رئيس سوريا المادريد فلورنتين بيريز يرفض طلب الجامعة بخصوص إبراهيم دياز والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار